السوق المركزي بمدينة تيججة كان المحطة الأولى من زيارة والي تقانت السيد المختار الحندى الهادف إلى توعية المواطنين بخطورات المرحلة وضرورة حثهم على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا أما المحطة الثانية من الزيارة فكانت سوق المواشي حيث أعطى الوالي تعليماته للعاملين في السوق بحتمية أخذ اللقاح وإلا فإنهم معرضون للمضايقة في أعمالهم اليومية حتى يلتزموا بالتعليمات الصادرة في هذا المجال نحن اليوم في زيارة مبرمجة في إطار خطة اللجنة الجهوية لمحاربة فيروس كورونا والزيارة أساسا تهدف على متابعة تطور هذا الفيروس وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف اللجنة الجهوية لمحاربة الفيروس والتي كان من بينها في الأسابيع الماضية إعطاء مهلة الفئات معينة من ساكنة الولاية بضرورة التلقيح وضرورة كذلك احترام الإجراءات الاحترازية وكالة النقل العمومي كانت هي الأخرى محطة من محطات الزيارة حيث وكد المشرفون عليها تلقيهم للجرعة الأولى من اللقاح وحثهم لجميع الركاب بأهمية أخذه إنقاذا لأنفسهم وللآخرين وكذلك كان لسانه حال تجار السوق بالنسبة أننا والممثلين المحطة عدلنا التلقيح لقاحنا كاملين وكنا عنده بطاقة الحمد لله محتفظوا بيها وعمار اللي معانا مولي كاملين الحمد لله العمار كاملين الحمد لله مولي عدلوا ذلك عمل التلقيح ومشاو قاسين بل من يو عدل في التلقيح ولاقحوا الدقة وبعطيك الدقة مزاد قالتنا لها الدقة الثانية إن شاء الله ما فات حال الموقت سابق مشي الوالي هون الحقنية يفهم صديق لي كنت نسوله عن الأسرة اللي عندي وصلني عرفها فيها مرض موزمين إياك اللي دقت قال لي دقت فاعد قلت له انت اشتحاني قال لي ما فتقتانا عدت له صلاحك فيها ما يطويت بسا العالم كامل إذا المرض ما تحد شاك فيه والدول اللي أقوى من نحن في جميع الأمور أخلات ما لا يدخل لي هون حد إن شاء الله ما قلت له قال لي ما إله قلت نضحك مع عزبانا اللي تعال معاك قلت من حد ما هو دائر الدقة ما ندين عليه قال مركز الاستطباب بمدنة تيججا كان المحطة الأخيرة من زيارة الوالي حيث تجول في مختلف أقسام المركز قبل أن يزور نقطة كوفيد لمعرفة أحوال المصابين الذين يتم حجزهم داخل المركز وتتكفل وزارة الصحة بشؤونهم كافة والي تقاند كان مرفقا خلال الزيارة برئيس المجلس الجهوي لجهة تقاند والحاكم المساعد لمدينة تيججا إضافة للقادة الأمنيين والعسكريين بالولاية محطات الثلاث كانت وجهة والي تقاند في إطار الحملة التحسيسية ضد الموجة الثالثة من جائحة كورونا مؤكدا خلال أحاديثه مع المواطنين اللا بدلة عن أخذ اللقاح وأن مرحلة ما بعد اليوم سيكون التعامل فيها يميل لصالح حامل البطاقة الخضراء عبدالله وليسلم الموريتانية مدينة تيججا ترجمة نانسي قنقر